أكد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر بأن العمل جار على قدم وساق مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة لإعادة فتح مطار الريان بمدينة المكلم وحافظة حضرموت لما يمثله من أهمية حيوية مشيرا إلى أن المطار والميناء يعتبران واجهة للمحافظة للخارج وبدونهما لا يستطيع التجار ورجال الأعمال والمستثمرون مزاولة أعمالهم التجارية وأكد الدكتور أحمد عبيد بن دغر بأن التعافي يبدأ بالاستقرار الاقتصادي لافتا إلى أن هناك حالة تلازم حتمية بين الواقع السياسي والحالة الاقتصادية والاجتماعية وأن الحكومة على استعداد تام بأن تضع يدها في يد التجار ورجال الأعمال مبديا اهتمام مجلس الوزراء للموافقة على مشاريع استراتيجية تختم المحافظة وأبناء المجتمع إلى ذلك ناقش رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر مع محافظة حضر موت اللواء أحمد بن بريك ألية تطوير إيرادات المحافظة لتوفير السيولة النقدية لتجاوز التحديات الاقتصادية التي تواجهها المحافظة وأكد رئيس الوزراء على ضرورة تنظيم عمل الجمارك وتطوير البيانات الجمركية ومواجهة التحديات المالية ومواجهة التحديات في المحافظة بحلول عاجلة من جهة استعرض محافظ حضر موت الوضع الصعب الذي تمر به المحافظة وما يعانيه المواطنون من تأخر في الراتب والمعاشات وطالب الحكومة بالإسهام في تذليل الصعوبات لإنقاذ الوضع المالي